الأهل يكتسح الحرس الوطني باطل النيجر بسوداسية رائعة مقابل هدف واحد وتأهل لدور المجموعات لبطولة أبطال أفريقيا كابتن علاء الفروق ستة واحد أعتقد نتيجة وقعية لأحداث المباراة والفروقات الفردية والجماعية كمان بين الأهل والحرس الوطني يعني كانت نتيجة مطلوبة ستة طاقة نتيجة يعني مش 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 كبيرة ومش حاجة غريبة إن فعلا الفوارق كبير قوي وشروطين الفوارق ظهرت كمان هو ده اللي لازم يبقى فيه نادي الأهلي لازم نادي الأهلي الفرق يبقى الفرقات تباني ممكن أداء باش أحسن حاجة لكن ستة هداف نتيجة طيبة جداً اللي بيسمع هتحسن إن في فرقات طبعاً واضحة جداً نادي الأهلي لسه يعني نقول بداية موسم هتأخذ بداية موسم إن شاء الله طبعاً موفقة أنا بالنسبة لنتيجة يعني ما كانش عندي ألأ خالص النهاردة كان عادي كان عنده ألأ من حيثة المفاجئات وكده وطبعاً بتحسن في جهة القدم بس في فرق ما تقلقكش أيماً في يعني أنا خالص من فريق طبعاً النهاردة حتى بعد اثنين واحد كان لازم ثلاثة واحد واربعة وستة لأن حتى الهدف دعاً شوط تاني من بدر أوي مبروك لنادي الأهلي ومبروك للجماهير وخلاص كده أنت داخل المجموعات إن شاء الله لكن كان مهم تكسب وتكسب بشخصيتك شوط تاني شخصيتك ظهرت شراصة الهجومية ظهرت ناس كلها بدأت تراكز ناس كلها عايز تجيب أهداف نحس إن اثنين واحد مع فريق زي ده بين شوطين برضو حاجة مش حلوة خسارة يعني تعتبر خسارة حاجة مش كويسة كنادي كنادي وكاسم وكلعيبة والفرقات الفردية وفرقات الجماعية كل حاجة هي في صلحك بمراحل لكن الكلام ده كله كان لازم الترجم الترجم من نتيجة النهاردة ألف مبروك لنادي الأهلي نتيجة بالنسبة لي طبيعية جداً وإن شاء الله بتمنى نتيجة تبقى نفس الشكل كده مع طبعاً لديه بأحسن بكتير إن شاء الله إن شاء الله وهو برضو زي ما قلنا رسالة بزاعة يهمك يا أيمن يهمك النهاردة يعني هتفانى في الصدو هنا الناس كلها تسأل هو الأهلي عمل إيه مع الحرص الوطني كويس فيقول لك ما هو شوفوش مباراة ستة فالحاجات دي بتفرق بتفرق خصوص مع النادي الأهلي أقول لك لا ده النادي الأهلي برضو عينه على البطولة وده طبيعية إن شاء الله يا رب تبقى الحداشر لكن الكلام نفسه وسمع النتيجة نفسه برضو عارف لا النادي الأهلي هو هو النادي الأهلي غير ما نسمع نهاردة كان بلغة بيتكلم على مزيمبي مزيمبي بلغة بيقول لي فترة مش مزيمبي خلاص لكن هو الحمد للنادي الأهلي طول عمره النادي الأهلي الناد الأهل سيد أفريقيا وعلى طول عينه على البطولة وعلى طول بلعب على حاجة واحدة بس أنا عايز أكثر البطولة دي سنة مع سنة مع سنة الناد أنا بتغيرش وتفكيره ما بتغيرش وهو دي الرسالة دي تصل لكل الناس الناد الأهل إن شاء الله ناوى على الحداشر إن شاء الله في أفريقيا بإذن الله رب العمين